بسم الله الرحمن الرحيم وردنا سؤال يتحدث عن فبيا الموت وكيف التغلب على ذلك إن الإنسان إذا كان عنده فبيا الموت فهو يشعر بأن الموت يحاصر وأن بعد الموت عذاب وبعد الموت قبر وضمة وظلمة ووحدة وغير ذلك وهذا الأمر أخذا لجانب الموضوع من شق واحد فقط وترك الشق الآخر فكما أن هناك ظلمة ووحدة ووحشة وتراب وغير ذلك فإن هناك رحبة وسعة ونور وسرور وحبور ولقاء لله سبحانه وتعالى ولقاء لأوليائه الصالحين وأنيس في القبر وخضرة وحبرة وحبرة ونعمة وخيرات كثيرة جدا لا تنتهي فهذا الذي يخاف من الموت قد أخذ جانبا واحدا مظلما من الموضوع واكتفى به وصار ذكر الموت يحاصره في حياته فهو لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا يستطيع أن يقضي أمرا إنما قد يدفعه الخوف من الموت إلى ترك النوم وإلى السهر والقلق ولربما أخذ الأدوية المنومة حتى ينام فنقول له إن الموت مصير محتوم وإن بعض الناس ينتظر أعظم غائب وهو الموت لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه قائلا أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سيدنا موسى عندما حضر له ملك الموت ليقبض روحه فلطم ملك الموت ففقأ عينه فرجع ملك الموت إلى الله يشكو ماذا فعل نبي الله موسى عليه السلام فقال له الله ارجع إلى عبدي فقل له ضع يدك على متن ثور أي على ظهر عجل فأي شعرة غطتها يدك لك بها سنة فرجع ملك الموت وقال لنبي الله موسى ذلك فقال له موسى وماذا بعد قال ثم بعد ذلك الموت فقال نبي الله موسى الآن أموت الآن عند الأرض المقدسة أرمية بحجر أدفن في مكان فاضل بجوار قوم صالحين عند الأرض المقدسة وأموت الآن فأنا راجع إلى أحب حبيب وهو الله سبحانه وتعالى وإلى نعيم وشرور وحبور لأني مستعد عامل لذلك مؤديا للعبادات لست ظالما لأحد لا ليس علي ذنوب ولا معاصي عندئذ أشتاق للقاء الله والموت فيا أيها الأخ يا من تعاني من فوبيا الموت عليك ألا تضيع ثانية من الثواني في الخوف والقلق والتوتر من هذه الحياة الدنيا إنما ثق بالله أنك راجع إلى الله أنك راجع إلى الفضل قيل لأعرابين كان في سياق الموت إنك ستموت قال وإذا ميت أين يذهب به قالوا إلى الله قال وهل رأيت الخير إلا على يديه فالمؤمن المؤمن عندما يأتيه الموت يبشر بروح وريحان فيحب لقاء الله في هذه اللحظة فعلى الإنسان أن يتوب أن يتوب قبل الموت أسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته